من جهة اخرى قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة اليوم واجب العزاء في شهيد الوطن سلطان محمد علي الكثبي الذي استشهد اثناء تأديته واجبه الوطني ضمن قوات الامارات المشاركة في عملية عادة الامل في اليمن مع قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن واعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته الى اسرة وذوي الشهيد في فقيد الوطن راجيا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يتقبله في الصديقين والشهداء وان يلهم اهله الصبر والسلوان وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ان شهيد الوطن البار جسد اروع صور البطولة والشجاعة والتضحية فكان مثالا حيا للقائد المقدام الذي قدم مع اخوته في قوات التحالف العربي معربا سموه عن فخره واعتزازه بابناء الوطن من حماة الدار الذين يسطرون في كتاب العز والمجد ملاحمة في الوفاء والتضحية للوطن وللاشقاء وتقديم العون لهم ومساعدتهم والدفاع عن الحق والواجب واجب بأ